نتواجد الآن في الجهة الشمالية الغربية لمدينة تعزوة تحديدا في خطوط التماس الأولى لقوات الجيش الوطني حيث تتواصل العملية العسكرية لليوم السادس على التوالي لفك العصار عن المدينة واستكمال تحرير بقية المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية في الجهة الشمالية تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير تلت الرادار وتلت الشيكي بشكل كامل وانتقلت المواجهات بين قوات الجيش الوطني وعناصر الميليشيات الإنقلابية إلى تلت الشيباني والتي تسعى من خلالها قوات الجيش الوطني تحرير هذه التلة وقطع خطوط الإمداد عن الميليشيات الإنقلابية بشكل كامل في شارع الخمسين وأيضا الانتقال إلى معركة فك الحصار عن المدينة في شارع الستين تلاحظون أيضا هذه الضربات التي تقوم باستدافنا من قناصة الميليشيات الإنقلابية المتمركزة في تبة الشيباني ونحن نقوم بتغطية المواجهات الدائرة في هذه الجهة أيضا أيضا هي معركة عسكرية مستمرة تقوم بها قوات الجيش الوطني واحتدام المواجهات أيضا شرق المدينة التي استطعت من خلالها قوات الجيش الوطني تحرير تلة المقربي وتلة لوزم وأيضا تستعد الانتقال للمواجهات في تحرير تبة السلال وتبة الجعشة حمزة أمين قرارة بن قيس من الجهة الشمالية الغربية لمدينة تعز